أكد وزير الخارجية سمح شكري أن موقف مصر منذ بداية الأزمة في غزة واضح ويدين استهداف المدنيين خلال إلقائي كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة أشار شكري إلى أن استهداف المدنيين أودى بحياتي ما يزيد عن عشرة آلاف مدني وترويع وتشريد وتهجير لمليوني مدني فلسطيني من أراضيهم لقد دبنت مصر منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر موقفا واضحا يدين كافة أشكال استهداف المدنيين إلا أن ما قال إليه الصراع العسكري في غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد عن عشرة آلاف مدني نصفهم من الأطفال وحصار وترويع وتشريد وتهجير مليوني مدني فلسطيني من أراضيهم ترجمة نانسي قنقر